يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الحادية والأربعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيك إن كنت راغبا في إمامك مرحلة الظهور في صورتها الفائقة الجهات التي تناولتها والتي تحدثنا عن جانب من التفوق العظيم الذي سيتحقق في مرحلة الظهور المهدوي أولا القيادة الفائقة ثانيا البرنامج الفائق ثالثا الطبيعة الفائقة رابعا الرجال والنساء الفائقون وصلت معكم إلى نقطة مهمة بخصوص العنوان الرابع بعد أن عرضت نماذج من الأحاديث المعصومية التي تخبرنا عن تفوق الرجال والنساء في مرحلة الظهور المهدوي وبينت من أن الأحاديث التي ذكرت لفظة الرجل لفظة الرجال هي لا تتحدث عن الذكور لا تتحدث عن الأجناس هنا وإنما تتحدث عن الشخص عن الشخصية والتي قد تكون لذكر أو قد تكون لأنثى وهذا هو منطق القرآن وذكرت لكم بعضا من الآيات الكريمة من القرآن تحدثنا عن أنه لا يوجد فارق في جوهر الخلقة في أصل الخلقة بين الرجل والمرأة وعرضت بين أيديكم بعضا من الآيات التي تتحدث عن أن الرجل والمرأة على حد سواء في الجانب العقائدي وفي الجانب الإيماني وفي الجانب الديني اعتقادا وإيمانا وعملا صالحا هذه المضامين مرت علينا في الحلقة الماضية وسأكمل من حيث توقفت في سورة النساء إنها الآية الأولى بعد البسملة يَا أَيُّهَا النَّاس يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الخطاب للناس جميعا وهذا العنوان الناس يتساوى فيه الرجال والنساء فهذا الخطاب موجه للرجال والنساء على حد سواء يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء لا يوجد فارق في كل آيات الكتاب الكريم فيما بين الرجال والنساء هناك منطق أخرق هناك منطق أخرق قبل ليلتين كنت أتنقل بين القنوات الفضائية لقد استمعت إلى متحدثين في ثلاث قنوات يتحدثون عن الآية من شورة النساء إنها الآية التي ترتبط بالميراث إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا المقطع للذكر مثل حظ الأنثيين سمعت ثلاثة من المتحدثين يتحدثون حول هذا الموضوع ومن أن الغربيين وغيرهم يثيرون إشكالا على المسلمين وعلى دين الإسلام من أن الإسلام يميز بين الرجال والنساء لا أريد أن أذكر حديثهم لكنني ألفت أنظاركم إلى أن هذا الأمر يتحدث الناس عنه كثيرا وأنا لا أدري أهو الغباء أم هو الضلال أم هو تجاهل الحقيقة الجواب موجود في الآية نفسها يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حكم من أحكام الميراث يرتبط بالأولاد بالأخوة والأخوات الذين هم أبناء الميت مات شخص وترك أولادا ذكورا وإناثا القرآن يشرع هذا الحكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حكم في الميراث يختص بهذه الحالة بحالة إذا مات الإنسان وترك أولادا منهم ذكور ومنهم إناث فهذا الحكم ليس للتمييز بين الرجل والمرأة تقولون كيف أكمل الآية أكمل الآية أكمل الآية أكملها فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس فهذه البنت بنت الميت تأخذ نصف الميراث بينما أبوه الرجل يأخذ سدس الميراث في الآية نفسها هذه أحكام وللأحكام حيثيات مثل ما في قوانين الأرض حينما تشرع القوانين في كل دول العالم ألا توجد حيثيات وخلفيات لتشريع تلك القوانين هناك حيثيات في هذه الأحكام هذه الأحكام ليست مبنية على التمييز بين الرجال والنساء الآية نفسها الآية نفسها تتحدث عن ثلاث حالات الحالة الحالة الأولى إذا مات الرجل وترك أولادا ذكورا وإناثا في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين الحالة الثانية فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك لو كان أبوه حيا لو كان أبوه حيا فإن حصة أبيه ستكون أقل من حصة هؤلاء النسوة ولذا جاء المثال الثالث صريحا صريحا جدا وإن كانت واحدة إذا ترك الميت بنتا واحدة فلها النصف تأخذ نصف الميراث ولأبويه لأبويه لكل واحد منهما السدس فهنا يتساوى أبوه مع أمه الأبو يأخذ السدس والأم تأخذ السدس هذه حالة تساوي وفي الوقت نفسه فإن البنت تأخذ النصف النصف الآية واضحة هذه أحكام فالصورة الأولى للذكر مثل حظ الأنثيين فإن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى أما في هذه الصورة إن ترك الميت بنتا واحدة فإنها تأخذ نصف الميراث أبوه يأخذ السدس فحصة البنت أكثر من حصة الرجل الذي هو أبو الميت وحصة الرجل هنا تساوي حصة المرأة التي هي أم الميت فهناك حالة يتساوي فيها الرجل مع المرأة وهناك حالة تكون حصة المرأة أكثر من حصة الرجل وهناك حالة تكون حصة الرجل أكثر من حصة المرأة إذن أين هو التمييز أين هو التمييز في الآية نفسها في الآية نفسها لا يوجد تمييز ولذا أنا لا أدري ماذا أقول هل هذا غباء هل هذا غباء أم هو ضلال أم هو قفز على الحقيقة الآية لا تميز أصلا بين الرجال والنساء وإنما يأخذ جانب من الآية وتترك الجوانب الأخرى إذن هناك تشريع يتساوى فيه الرجل والمرأة ولأبويه لكل واحد منهما السدس وهناك تشريع تكون حصة المرأة أعلى من الرجل وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس وهناك تشريع يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إذن أين التمييز لا يوجد تمييز هناك صورة تكون حصة الرجل أكثر من حصة المرأة وهناك صورة تكون حصة المرأة أكثر من حصة الرجل وهناك صورة تكون حصة الرجل مساوية لحصة المرأة هذه تشريعات لها حيثيات والأقبح من ذلك الأقبح من ذلك ما يستدل به بعض علماء الشيعة من أن الذكر أفضل من المرأة بما جاء في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة من سورة آل عمران في قصة ولادة السيدة مريم والدها عمران كان نبيا والد السيدة مريم وهو قد أخبر قومه وأخبر أهله من أنه سيرزق بولد لأن زوجته حنة كانت حاملة توفي عمران النبي وكانت زوجته حاملا زوجته حنة نذرت ما في بطنها وهي تعتقد بأنه ذكر لأن عمران النبي هو الذي قال بأنه سيرزق ولدا ذكرا عمران النبي ما تحدث عن الذي في بطن زوجته وإنما قال بأن الله سيرزقه ولدا ذكرا إنه يتحدث عن عيسى يتحدث عن حفيده فحفيده ولده فلما ولدت مريم هكذا قالت أمها أمها بحسب ما نقل القرآن لنا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى هذا ما هو بقول الله هذا قول السيدة حنة وهذا القول ما هو بقولها أيضا ولا أن عقيدتها كذلك إنها تتحدث عن دين الأحبار والحاخامات باعتبار أنها نذرت ما في بطنها محررا لبيت العبادة للمعبد أن يكون خادما في المعبد بحسب دين الأحبار والحاخامات فإنه لا يجوز للنساء أن يدخن إلى المعبد لا يجوز للنساء أن يخدمن في المعبد هذا هو دين الأحبار والحاخامات ما هو بدين الأنبياء ولا هذا الكلام يمثل عقيدة السيدة حنة والدة السيدة مريم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت هذه جملة توضيحية وليس الذكر كالأنثى هذا كلام السيدة حنة وهي تتحدث عن دين الأحبار والحاخامات من أنهم سيرفضون تطبيق نذرها وإلا فإن كلامها واضح في أنها قد نذرت ما في بطنها أكان ذكرا أم كان أنثى على حد سواء وإن كان اعتقادها أنها تحمل ذكرا لأنها هكذا سمعت من زوجها عمران النبي وليس الذكر كالأنثى هذا لا هو بقول الله ولا هو بقول السيدة حنة وحتى لو كان قولا للسيدة حنة فأن نأخذ ديننا من السيدة حنة من والدة السيدة مريم ما علاقتنا بها لكن الحقيقة أن الكلام هذا يمثل مضمون دين الأحبار والحاخامات فيأتي مثلا الإحساء مؤسس المدرسة الشيخية الإحسائية حين ينتقص من مقام الصديقة الكبرى حين يجعل مقام أبنائها أعلى من مقامها يستدل بهذه الآية أي غراء هذا يستدل بالآية وليس الذكر كالأنثى هذه الآية ما هي بمنطق الله سبحانه وتعالى ولا هي بعقيدة السيدة حنة هذا مضمون دين الأحبار ولذا فإن النبي زكريا استطاع أن يفرض عليهم أن تكون السيدة مريم في المعبد فرض عليهم ذلك بالحجج والبراهين فهذه الآية لا علاقة لها بالموضوع هذا بالضبط مثلما جاء في سورة يوسف هذا الكلام يتردد على الألسنة دائما إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ويقولون قال الله في القرآن الله لم يقل هذا هذا كلام عزيز مصر الله نقله على سبيل الحكاية هذا ما هو كلام الله دقق النظر في سياق الآيات في سورة يوسف إنها الآية الثامنة والعشرون بعد البسملة من سورة يوسف فلما رأى قميصه من الذي رأى قميصه إنه عزيز مصر زوج زليخ فلما رأى قميصه قميص يوسف قد من دبر قال إنه يخاطب زوجته زليخ قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم فإن الله ما قال هذا القرآن مليء بالحكايات والقصص الله يحدثنا عن لسان فرعون يحدثنا عن ألسنة الطغاة يحدثنا عن الكافرين يحدثنا عن المشركين فهل أن الكلام الذي ينقله القرآن عن المشركين يكون كلام القرآن أي منطق هذا القرآن يحكي هنا عن المشركين فهنا القرآن يحكي لنا كلام عزيز مصر الذي هو زوج زليخة فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ومثل هذا كثير في القرآن يردده الناس على ألسنتهم عامة الناس ربما يعذرون لجهلهم أما أصحاب العمائم من السقيفتين اللعينتين من سقيفة بني ساعدة أو من سقيفة بني طوسي ما هو عذرهم ما هو عذرهم وإنما يكشف ذلك عن جهلهم وجهالتهم وسفاهتهم وتفاهتهم وهذه هي الحقيقة الواضحة الناصعة نحن هكذا نقرأ في سورة الحجرات إنها القاعدة العامة الكاملة الشاملة في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة يا أيها الناس الخطاب للناس جميعا للذكور والإناث معا للرجال والنساء معا على حد سواء هذا العنوان الناس لا يستطيع أحد أن يميز بين أفراده فهذا العنوان ينطبق على الرجال والنساء معا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى بالتساوي بالتساوي المولود حين يولد أكان ذكرا أم كان أنثى يشترك في تكوينه الوالد والوالدة على حد سواء كل بحسبه كل بحسب وظائف أعضائه لكن القضية في النهاية فإن الأمر على حد السواء فيما بين الاثنين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف هذه الشعوب والقبائل تتألف من الرجال والنساء على حد سواء تأتي الأعراف الأعرابية تميز بين الرجال والنساء هذا أمر أخر هذا شيء يفعله الإنسان نحن هنا نتحدث عن منطق الله عن منطق القرآن منطق القرآن هذا واضح يا أيها الناس هذا الخطاب للرجال والنساء على حد سواء إنا خلقناكم أنتم أنتم الناس الذين تتألفون من رجال ونساء إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ونساء 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 لتعارفوا لتعارفوا هل هي خاصة بالرجال أو أنها خاصة بالنساء الأمر على حد السواء فإن الله سبحانه وتعالى خلق الرجال والنساء من ذكر وأنثى وجعلهم بعد ذلك جعل الرجال والنساء شعوب وقبائل نحن لا نستطيع أن نتصور الشعوب والقبائل من الرجال فقط أو من النساء فقط كيف تتكون الشعوب والقبائل لابد من وجود الرجال والنساء معه الغاية الأخلاقية والاجتماعية موحدة بالنسبة للرجال والنساء لتعارفوا ثم تأتي القاعدة الأصلية في الكتاب الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه الأكرمية هل هي خاصة بالرجال أم هي خاصة بالنساء الخطاب موجه للجميع يمكن أن يكون الرجل أفضل من كل الرجال ويمكن أن يكون الرجل أفضل من كل الرجال والنساء ويمكن أن تكون البرأة أفضل من كل النساء ويمكن أن تكون المرأة أفضل من كل الرجال والنساء كل الإحتمالات موجودة وكلها من جهة وقوعها على أرض الواقع بدرجة واحدة لا نستطيع أن نفرق بين مستويات احتمالات تحقق هذا المعنى بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء فإن الآية لا تفرق بين الرجال والنساء بأي وج من الوجوه إن أكرمكم عند الله أتقاكم في سورة التوبة الآية الحادية والسبعون والتي بعدها هاتان الآيتان واضحتان جدا أنصتوا للآيتين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لا يوجد فارق فيما بينه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله على حد سواء هل هناك من فارق بين الإثنين؟ لا يوجد فارق بين الإثنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولايتهم واحدة بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يقتضي مواجهة مع الحكام الظالمين في بعض حالاته في بعض درجاته وهذا هو الذي فعلته الصديقة الكبرى في مواجهة السقيفة الظلم والبغي والنجاسة والرجاسة في مواجهة السقيفة بني ساعدة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله على حد سواء الرحمة نازلة إليهم على حد سواء أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات الآية السابقة في الدنيا وهذه الآية اللاحقة في الآخرة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم المؤمنون والمؤمنات على حد سواء في هذا الفوز العظيم هل يوجد تفريق في هاتين الآيتين في أي مقام من المقامات التكاليف الشرعية هذه وظائف الوظائف لا علاقة لها بمقام الإنسان الوظيفة شيء الوظيفة تترتب على الإنسان بحسب الملابسات والظروف الموضوعية لأي شأن من شؤون الحياة أكان شأناً دنيوياً أم كان شأناً دينياً وهذا الأمر قد يكون مختلفاً فيما بين الرجال وقد يكون مختلفاً فيما بين النساء وقد يكون مختلفاً فيما بين الرجال والنساء الاحتمالات قائمة في جميع الاتجاهات ونسبة وقوعها متساوية لا يوجد تفريق بين الرجال والنساء في منطق القرآن الواقع الاجتماعي شيء آخر أنا لا أتحدث عن الواقع الاجتماعي وعن الإسقاطات التي هي إسقاطات من الأعراف والتقاليد المتوارثة حديثي ليس عن هذه الجهة حديثي عقائدي فكري قرآني رباني هذا هو منطق القرآن من هنا فإنني حينما حدثتكم عن الرجال والنساء كنت أقول الرجال والنساء الفائقون فهناك رجال فائقون وهناك نساء فائقات هناك رجال يتفوقون على الرجال والنساء وهناك نساء يتفوقن على الرجال والنساء لا يوجد فارق بين الاثنين فكل الأحاديث التي مرت تتناول الرجال والنساء في مرحلة الظهور المهدوي على حد سواء نذهب إلى فاصل العنوان الخامس من العناوين التي ترتبط بصورة مرحلة الظهور الفائقة العنوان الخامس التقنيات الفائقة قطعا الروايات والأحاديث لم تحدثنا بكل شيء هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأحاديث تعرضت لخلل قد يكون خللا بشريا عاديا وقد يكون تحريفا مقصودا وضاعت كتب وبضيائها ضاعت مجموعات من الأحاديث ومع كل ذلك فإن الأئمة حدثون بلسان المدارات الذي يناسب زمانهم هم لا يستطيعون أن يحدثوا الناس بالحقائق الكاملة لأنهم لن يستطيعوا أن يتصوروا المضامين ولذا جاء الكلام تقريبيا سأعرض بين أيديكم بعض المضامين بعض الأحاديث قد مر ذكرها وإنما أعيدها لأنها تشتمل على جهة ترتبط بعنواننا ومثل ما بيّنت لكم فإن الوقائع متداخلة هذا التقسيم الحاد الذي قمت به تقسيم اعتباري من أن مسارا يقال له المسار التأريخي ومن أن مسارا يقال له مسار التغيير العظيم ثم فصلت في العناوين في كل مسار بحسبه هذا التبويب والتصنيف والتقسيم لأجل أن أسهل المطالب على المتلقي وإلا فإن الأمور متداخلة زمانا ومكانا إنها متداخلة من حيثيات متعددة على أي حال سأقرأ هذا الحديث إنني أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة ثلاثمائة وثمانين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في الصفحة السبعين بعد الأربعمائة هذا هو الجزء الثاني من كمال الدين إنه الحديث الرابع والعشرون بسنده بسند الصدوق عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم عليه السلام قوله عز وجل أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إنهم ليفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة هناك تقنية هناك برنامج وهناك سياق سيكون معتمدا في في انتقال هؤلاء أسرهم عوائلهم تفتقدهم صباحا إنهم كانوا في فرشهم ليلا هل هربوا الحكاية ليست كذلك هذه تقنيات هذا سياق وبرنامج عملي لن نستطيع تصوره الآن إنها عملية انتقال سريع إنهم ليفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة وبعضهم يسير في السحاب نهارا ومر الكلام علينا من أن السحاب عنوان للوسائل النقلية الجوية والفضائية وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه وحليته المراد من الحلية صفته والمراد من الحلية لباسه وزينته والمراد من الحلية مظهره يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه قد يكون الكلام يشير إلى شخصيات مشهورة معروفة وقد يراد شيئا آخر من أن الذين يسيرون في السحاب في هذه الوسائل النقلية الفضائي ودقق النظر الإمام ما قال يسيرون على السحاب قال يسيرون في السحاب هم في داخلها ما قال يسيرون على السحاب ربما ربما قد يقول قائل من أنهم يسيرون على الغيوم إلا أن الرواية تقول يسيرون في السحاب فهم في داخل السحاب هذه وسائل نقلية قد تكون هي الطائرات في زماننا إذا كان الظهور في زماننا وربما قد تكون هذه الوسائل شيئا آخر إذا كان الحديث عن قادم الأيام عن قادم السنين وقد تكون هذه الوسائل النقلية الجوية من الوسائل الجديدة من الوسائل المهدوية التي لا علاقة لها بالوسائل النقلية الجوية التي تكون معروفة في الزمن الذي تتحدث عنه هذه الرواية إذن هناك تقنيات هناك تقنيات فائقة إنهم ليفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة فهؤلاء ما ذهبوا بالطائرات ذهبوا إلى المطارات لكان أهلهم على خبر بذلك إنهم افتقدوا من فرشهم بطريقة غير اعتيادية حتما كانوا على علم بالموضوع وكانوا مستعدين لذلك إنهم ليفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه إذا كان يطير في الطائرات المعروفة فإن أسماء المسافرين بكل تفاصيلهم تكون موجودة في الخطوط الجوية وفي المطارات التي انطلقت منها الطائرات وعند المؤسسات الأمنية في الدول التي تحركوا منها المسافرون الذين يصعدون في الطائرات هناك جهات كثيرة تكون مطلعة على كل تفاصيلهم وشؤونهم قبل أن يسافروا وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه قال فقلت المفضل يقول للإمام الصادق صلوات الله عليه جعلت في ذاك أيهم أعظم إيمانا قال الذين يسيرون في السحاب نهارا الذين يسيرون في السحاب نهارا إما لأن الوسائل هذه من الوسائل الحديثة التي يوفرها الإمام لهم وإما هي الوسائل النقلية المعروفة وهؤلاء لا يخافون من الجهات الأمنية أو من الجهات الحكومية التي تتابعهم أما الذين افتقدوا من فرشهم لم تتوفر لهم الظروف المناسبة ولذا فإن الإمام هيع لهم برنامجا وطريقا للانتقال كل هذه احتمالات قائمة وهي منطقية ولا أريد أن أتعمق فيها أكثر خلاصة المطلب الرواية بالمجمل تحدثنا عن تقنيات فائقة إنها تقنيات مرحلة الظهور وهذا الأمر في بداياته هذا الأمر في المرحلة التمهيدية إنما يتحقق هذا قبل الظهور بزمان قريب جدا ونقرأ أيضا في المصدر نفسه في صفحة الخامسة والستين إنه الحديث الثاني حديث طويل أقرأ منه موطن الحاجة بسنده بسند الصدوق عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني إنه هذا السيد الجليل المعروف المتفون في منطقة الري في طهران يحدثنا عبد العظيم الحسني عن إمامنا محمد الجواد صلوات الله عليه من جملة ما قاله إمامنا في هذا الحديث وهو الذي الحديث عن قائم آل محمد وهو الذي تطوى له الأرض وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا من أقاص الأرض إلى آخر ما جاء في الحديث وهو الذي تطوى له الأرض هذه تقنيات فائقة وفائقة جدا وهو الذي تطوى له الأرض وطي الأرض على مراتب ليس على مرتبة واحدة فهناك طي يكون أسرع من طي آخر حدثتكم عن قصة آصف حينما نقل عرش بالقيس فقد نقله بسرعة تفوق سرعة الضوء هذا وهو آصف ويمتلك من العلم حرفا واحدة فماذا تقولون عن قائم آل محمد الذي يمتلك كل الحروف كم ستكون السرعة حينئذ هناك أمور لا نستطيع أن نتصورها حينما تحدثنا الروايات ومر ذلك علينا من أن أهلا كل بلد يعتقدون أن الإمام في بلدهم يخاطبهم بينما هو في الكوفة أو في أي مكان آخر هذه المضامين ترتبط بهذا الموضوع فهناك طي للأرض وهناك طي للزمان وهناك طي للمكان وهناك نشر للأرض ونشر للزمان ونشر للمكان إنها قوانين الطي والنشر لقد تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج الكتاب الناطق يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أقاص الأرض ونقرأ أيضا في غيبة النعماني إنه النعماني المتوفى سنة ثلاثمائة وستين للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الثامنة والعشرين بعد الثلاثمائة إنه الحديث السابع بسنده بسند النعماني عن أبان ابن تغلب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سيبعث الله ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا إلى مسجد بمكة إنه المسجد الحرام يعلم أهل مكة أنهم لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم لأن أهل مكة الغالب عليهم عبر التأريخ النصب والعداء للعترة الطاهرة ما هم على دين العترة الطاهرة هم على دين أعداء العترة الطاهرة سيبعث الله ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا إلى مسجد بمكة إنه المسجد الحرام يعلم أهل مكة أنهم لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم هذا يعني ما فيهم ولا وحد من مكة عليهم سيوف مكتوب عليها ألف كلمة أية سيوف هذه هذه أجهزة أسلحة من طراز لا نستطيع أن نتخيله الآن عليهم سيوف مكتوب عليها ألف كلمة كل كلمة مفتاح ألف كلمة هذه رموز هذه رموز أية سيوف يكون حالها هكذا لكن الأئمة ماذا يصنعون إنما يتحدثون عن السيوف لأن السيوف أسلحة ويتحدثون عن السيوف لأن السيوف تكون حادة وسريعة في القطع عليهم سيوف مكتوب عليها ألف كلمة كل كلمة مفتاح ألف كلمة ويبعث الله الريح من كل واد تقول هل الحديث عن الريح التي نعرفها أم أنها أمواج البث إنها أجهزة جديدة للبث والنشر والإعلام ويبعث الله الريح من كل واد تقول هذا المهدي يحكم بحكم داود ولا يريد بينه الإمام الإمام ليس محتاجا لحكم داود إنما الأئمة يأتون بهذا الكلام توضيحا لأن الأمة أمة غبيهة غبية جدا فهم يعتبرون الأنبياء في منزلتهم أعلى شأنا من أئمتنا أنا لا أتحدث عن سقيفة بني ساعد لعنة الله عليها أنا أتحدث عن سقيفة بني طوسي لعنة الله عليها الطوسيون يعتقدون بأن الأنبياء أفضل من الأئمة هذا هو الرأي الشائع والمعروف لديهم إنني أتحدث عن حديثهم في مجالسهم الخاصة أتحدث عن عقائدهم التي يبوحون بها لخواصهم ولذا فإن الأئمة مضطرون لتوضيح ما يريدون توضيحه أن يعود إلى الأنبياء وشؤونهم وأحوالهم ويبعث الله الريحة من كل واد تقول هذا المهدي يحكم بحكم داود ولا يريد بينه إنه قضاء جديد إنه قضاء جديد مر علينا حينما حدثتكم عن البرنامج الجديد مفرداته أمر جديد كتاب جديد قضاء جديد سنة جديدة إنه المثال المستأنف قوانين القضاء ستتغير بالكامل مثل ما مر علينا أن قوانين الميراث ستتغير كل القوانين ستتغير سيبعث الله ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا إلى مسجد بمكة يعلم أهل مكة أنهم لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم عليهم سيوف مكتوب عليها ألف كلمة كل كلمة مفتاح ألف كلمة ويبعث الله الريحة من كل واد تقول هذا المهدي يحكم بحكم داود ولا يريد بينه وهذه الأجهزة لها مدخلية في هذا التبليغ الإعلامي ألا تلاحظون أن فكرة الكيبورد إنها لوحة المفاتيح تكون قريبة من هذا المضمون نستطيع أن نتصور هذه التقنيات المتطورة جدا من خلال تصورنا للوحة المفاتيح في أجهزة الكمبيوتر أو في سائر الأجهزة الأخرى وهذا الكلام يأتي منسجما مع هذا الحديث الذي قرأته عليكم سابقا أيضا في صفحة الرابعة والثلاثين بعد الثلاثمئة من المصدر نفسه إنه الحديث الثامن عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك وعمل بما فيها اتصال مباشر مع إمام زماننا قال ويبعث جندا إلى القسطنطينية إنها المدينة الأعظم والأقوى والأكثر حضارة وتمدنا في وقت الظهور ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم لأن المدينة واقعة على البحر وعلى خليج من البحر فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا هل كتبوا ذلك بالأقلام إنها أجهزة إنها أزرار كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء لم يستعملوا وسائل نقلية تتحرك على الماء لقد جاءوا يمشون على أقدامهم كي يبهروا أهل هذه المدينة التي تمتلك الحضارة والتطور والتقدم في كل شيء فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء فإذا نظر إليهم الروم إنها الولايات المتحدة الأمريكية فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف فكيف فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة ما هي بأبواب من الخشب أو الحديد إنها الحوكمة الألكترونية وربما ستكون بنحو يكون أكثر تطورا مما في زماننا إذا كان الظهور في أزمنة قادمة إنها الأقمار الصناعية وأجهزة الرصد وأجهزة التنصت إنها المؤسسات التي تحكم البلاد والعباد هذه هي أبواب المدينة فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها ما يريدون وماذا نقرأ أيضا إنه الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة الحادية والتسعين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الثالث عشر بعد المئتين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن المؤمن إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق بتقنيات هي أكثر تطورا من التقنيات المعاصرة ما نحن في زماننا يرى أهل المشرق أهل المغرب ويرى أهل المغرب أهل المشرق في أرضنا هذه ما هذا يحدث في زماننا الأطفال يفعلونه في أجهزة الموبايل التي يمتلكونها فيما بينه وهذا هو الذي أصر عليه دائما من أن إرهاصات عصر الظهور بدأت منذ بداية القرن العشرين حينما دخلنا في عصر السرعة كل هذا لم يأتي جزافا يد الإمام الحجة وراءه في الغيب تحرك الأحداث هذه مقدمات مقدمات حتى تستطيع البشرية أن تتواصل مع التقنيات الجديدة هذا التمهيد الذي حدث في حياة الناس على مستوى التطور الواضح هو نحو من أنحاء التمهيد لكنه بمستوى من المستويات التمهيد على مستويات إذا كان الواقع الشيعي واقعا فاشلا لا يستطيع الإمام أن يوظفه لمثل هذا الأمر فإنه سيوظف الاتجاهات الأخرى فوظف الاتجاهات الأخرى كل الأمور تجري تحت ولايته لا يمكن أن تنفلت الأمور من تحت ولايته الأحداث تتحرك تدريجيا هناك حركة كونية الكون بنفسه يتحرك أيضا إنها عملية ولادة جديدة مثلما تشترك كل خلية في جسم الأم في تكوين الجنين وبعد ذلك تشترك كل أعضائها لأجل أن تلد ذلك المولود الكون كل جزء فيه يتحرك استعدادا والناس من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر والحضارة كذلك والدنيا كلها إنها عملية ولادة جديدة القضية كبيرة كبيرة ومعقدة جدا تحتاج إلى عقول إلى عقول واعية ولذا فإن إمام زماننا لا يحتاج إلى أجساد يحتاج إلى عقول حينما تتوفر الأجساد عنده فإنه يضع يده على تلك الأجساد كي يمنحها عقولا إنه يحتاج عقولا لا يحتاج أجسادا هل تفهمون هل تفهمون هل تفهمون وكيف تفهمون وكيف تفهمون وأنتم لا تملكون عقولا أنتم ديخيون الخراء المرجعي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة في النجف والخراء المرجعي يتراكم على عقولكم ويتكلس حتى صار كالحديد فكيف تستطيعون أن تدركوا الحقائق كما هي إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق وماذا بعد هكذا نقرأ في الجزء الثاني من الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى سنة خمسمية وثلاثة وسبعين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة الأربعين بعد الثمانمائة إنه الحديث الثامن والخمسون بسنده بسند الراوندي عن أبي ربيع الشامي عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد المراد من البريد إنها المؤسسة التي تنقل الرسائل وهذه كانت موجودة في الأزمنة القديمة مؤسسة البريد ولذا تسمى المسافة التي يسافر فيها الناس تسمى بريدا لماذا؟ لأن مؤسسة البريد في ذلك الوقت كانت تضع لها مراكزا على الطريق فحينما يأتي الرسل الذين يحملون الرسائل من السلطان من الملك ينزلون في تلك المراكز كي يبدلوا خيولهم ويبدلوا ثيابهم وإذا كانوا متعبين لا يستطيعون أن يواصلوا السفر فإن أحدا سيأخذ الرسائل منهم وسيستمر إنها الحكاية نفسها في ألعاب الساحة والميدان إنها لعبة البريد حينما يركض المتسابقون ويسلم بعضهم بعضا خشبة أو شيئا كي يصل به إلى النهاية ألا تسمى هذه الركضة بركضة البريد هذه الصورة أخذت من جهاز البريد مؤسسة البريد في الأزمنة القديمة فإن الرسل إذا ما تعبوا فإن رسلا ينتظرون في تلك المراكز على طول الطريق كي تصل الرسائل بنحو سريع إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد لا توجد مراسلات يكلمهم ويسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه سلام على حديثكم سلام على رواياتكم إنهم يحدثوننا عن زماننا وإن كانت الرواية تتحدث عن تقنيات أعلى مثلما مر الكلام علينا من أن أهل كل بلد يعتقدون أن الإمام معهم عمليات البث والتصوير بنحو آخر لكن هذا يجري في زماننا أين هذا من زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه دقيق النظر في هذه الروايات ألا لعنة على منهج حوزة النجف هذه الروايات ضعيفة ضعيفة بحسب قذارات أولئك الذين يقالوا لهم مراج حمير إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم ويسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه هذه هي التقنيات الفائقة التي جعلتها عنوانا لحديثي وكلامي نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الأول من كتاب علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 380 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة الثامنة والعشرين إنه الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن عبد السلام ابن صالح الهروي عن إمامنا الرضا عن أبائه الأطهار عن أمير المؤمنين قال قال رسول الله صلوات دائمة تترى على ثرى يدوسه رسول الله بأقدامه الشريفة صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الأطيبين الأطهرين نبينا الأعظم يقول مثل ما يحدثنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات وسلام عليه ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني وهل في ذلك شك يا أبا الزهراء إلى أن يقول صلى الله عليه وآله وإنه لما عرج بي إلى السماء الحديث طويل أريد أن أذهب إلى موطن الحاجة إلى أن يقول صلى الله عليه وآله فقلت يا رب ومن أوصيائي فنوديت يا محمد أوصيائك المكتوبون على ساق عرشي إلى أن يقول الحديث الشريف الله هو الذي يقول لرسول الله حينما كان في معراجه صلى الله عليه وآله وهم أوصيائك وخلفائك وخير خلقي بعدك وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني ولأعلين بهم كلمتي ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي الأرض ستكون طاهرة بطهارة قائم آل محمد ستكون قادسة بقدس قائم آل محمد ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي ولأمكننه مشارق الأرض ومغاربها ولأسخرن له الرياح ولأذللن له السحاب الصعاب ولأرقينه في الأسباب ولأنصرنه بجندي ولأمدنه بملائكتي حتى تعلو دعوتي ويجتمع الخلق على توحيدي ثم لأديمن ملكه ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة إنها الرجعة إنها الرجعة أيام الله ثلاثة يوم القائم ونحن نتحدث عن هذا اليوم ويوم الرجعة أتمنى أن أجد فرصة في قادم الأيام كي أفتح فانوراما للرجعة العظيمة ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائه هذه التقنيات سبحانه وتعالى يتحدث عنها مع رسول الله النبي الأعظم يحدثنا بحديث يناسب زمانه ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي ولأمكننه مشارق الأرض ومغاربها ولأسخرن له الرياح ولأذللن له السحاب الصعاب ولأرقينه في الأسباب ولا أنصرنه بجندي ولأمدنه بملائكتي إلى آخر ما جاء في الحديث الكريم في الآية العاشرة بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة ومر هذا الكلام علينا في الحلقات الأولى من حلقات هذا البرنامج هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الآية لها آفاق أحد آفاقها ما جاء في تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثانية والعشرين بعد المئة إنه الحديث الثاني بعد الثلاثمئة عن جابر إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قوله في قوله تعالى في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر قال ينزل من هو الذي ينزل قائم آل محمد قال ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا الكلام فهذا حين ينزل هذه تقنيات نحن لا نعرف عنها شيئا في زماننا قد قد يتوقع البعض قد أقول قد وقد إذا ما جاءت قبل الفعل المضارع فإنها تعطي معنى التقليل بخلاف إذا ما جاءت قبل الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق والتأكيد قد ذهب هذا أمر محقق ومؤكد قد يذهب هناك اهتمال فقد إذا استعملت قبل الفعل المضارع فإنها تفيد التقليل فأقول قد يتوقع البعض من أن الوصف قريب قريب من وصف الأجسام الطائرة التي هي أجسام مجهولة والناس يطلقون عليها الأطباق الطائرة هناك صور لبعضها هناك إخبارات من الناس يصفون تلك الأطباق الطائرة البعض منهم حين يصفها يصفها وكأنها قباب أنا لا أريد أن أفسر الحديث بهذا التفسير ولذلك استعملت قد مع التوقع أقول قد يتوقع البعض الرواية تشير إلى تقنية متطورة جدا في زماننا لا يوجد لها مثيل ينزل في سبع قباب من نور وفارق بين النور والضياء وأنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هكذا ينزل في الكوفة إذن الحديث عن الخيول والأفراس سيكون حديثا مختلفا جدا ومر ذلك كله علينا في الحلقات المتقدمة حديث الأئمة هندست بهندسة عجيبة في كل زمان يفهمها أهلها هناك الكثير من الإشارات جاءت واضحة تتناسب مع زماننا ومن خلال ما هو موجود في حياتنا من تقنيات ومن تكنولوجيا نستطيع عبرها أن نتصور ماذا تقصد هذه الأحاديث في مرحلة في مرحلة الظهور في صورتها الفائقة إنها قيادة فائقة وبرنامج فائق وطبيعة فائقة ورجال ونساء فائقون وهذه تقنيات فائقة نذهب إلى فاصل صارت الصورة واضحة عن العنوان الذي حدثتكم عنه التقنيات الفائقة سأنتقل بكم إلى عنوان سادس الحياة الفائقة وأقصد بهذا العنوان أساليب الحياة شؤون الحياة فإن الحياة ستكون فائقة إذا كانت القيادة فائقة وكان برنامجها فائقا وكانت الطبيعة فائقة مثل ما مر علينا في حلقة يوم أمس وكيف أن تغيرا هائلا سيتحقق على أرض الواقع وإذا كان الرجال فائقون والنساء فائقات وبأيديهم وتحت تصرفهم هذه التقنيات الفائقة التي أشارت إليها الروايات من قريب أو من بعيد شيء طبيعي مع الرقي العقلي والأخلاقي والعلمي فإن الحياة ستكون فائقة وفائقة جدا جدا إشارات إلى ذلك إشارات إلى ذلك إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الباب السابع عشر إنها الصفحة السابعة بعد الثلاثمئة الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن الفضيل ابن يسار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أما والله سيذهب إلى موطن الحاجة من الحديث أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر القر البرد الشديد الحر لا يستأذن حينما يدخل إلى بيوتنا وكذلك القر وإننا نفعل ما نفعل كي نمنع الحر وكي نمنع القر من الدخول إلى بيوتنا وإذا لم نحترس حرزا شديدا فإن الحر سيخترق البيوت وكذلك البرد فإن عدله كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه سيخترق أجواف بيوتنا الحكاية ليست حكاية بحدود التعبير الإنشائي الحكاية ليست درسا في قواعد البلاغة كي نتحدث عن المجازات أو الكنايات أو الاستعارات ربما إذا أخذنا الجملة لوحدها هكذا سنحتاج أن نتحدث في هذه الجهات لكنني أحدثكم عن بانوراما وهذه الحلقة الحادية والأربعون وما عردته في هذه الحلقات من الحقائق والوثائق ومن النصوص والمعطيات لا يمثل كل شيء إنها نماذج لكنكم اطلعتم بأنفسكم كيف أن البانوراما تتكامل شيئا فشيئا عبر هذه النصوص فحينئذ لا نستطيع أن نفهمها إلا من خلال البانوراما نفسها لأن الأجزاء تكاملت ولذا فحينما نقف على مثل هذا النص نحن نحتاج البانوراما نفسها لا نحتاج قواعد الكنايات والاستعارات هنا مع أنها ضرورية في الفهم أنا لا أنكر أهميتها لكننا في مقام يختلف يختلف اختلافا كبيرا عن دروس البلاغة والبيان والمعاني أما والله لا يدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر اجمعوا هذا المعنى مع هذا الحديث من الكتاب نفسه من الصفحة الرابعة والثلاثين بعد الثلاثمئة إنه الباب الحادي والعشرون الحديث الثاني عن إمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاه ورد إليه قوته ورد إليه قوته اجمعوا هذه الأحاديث إننا نتحدث عن حياة فائقة في جميع الاتجاهات فعدله العدل المهدوي سيقتحم البيوت برغم آنافنا مثلما يقتحم الحر والقر والعاهات ستتلاشى من أجساد شيعته في بادئ الأمر وبعد ذلك من الناس كلهم في بادئ الأمر لأن الإمام يريد أن يظهر لأعدائه جيشا نموذجيا فهذا الجيش النموذجي لا بد أن يمتلك أفراده قدرات لا تمتلكها الجيوش الأخرى وإلا فإن الأمر سيكون عاما لكل الناس بعد أن يستقر أمر الإمام في عاصمته في الكوفة إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد إليه قوته ومرت علينا الأحاديث من أنه لا يبقى في الأرض ما يكون مؤذيا لا من الحشرات ولا من الديدان ولا من الحيوانات ولا من النباتات ولا من الفيروسات ولا من كل شيء يمكننا أن نتصوره يسبب أذن لحياة الناس إنها الحياة الفائقة الفائقة في جميع اتجاهاتها هذه لقطات وصور تقريبيه لكنكم إذا ما جمعتم كل هذه المعطيات في لوحة البانوراما التي وضعتها بين أيديكم منذ الحلقة الأولى وإلى حلقتنا هذه وسأستمر معكم إلى آخر البرنامج إذا وضعتم كل هذه المعطيات في مواضعها الصحيحة فإنكم ستدركون الحقيقة كاملة لذا أصر عليكم أن تتابعوا الإعادات تابعوا الإعادات غيبة الطوسي إنه مؤسس المذهب الطوسي محمد إبن الحسن الطوسي أسس مذهبه سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة وفعل مذهبه هذا عبر حوزة النجف التي أسسها في السنة نفسها أسسها سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة غيبة الطوسي المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السادسة والثمانين بعد المئتين الحديث عن عمر بن ثابت عن أبيه هذا ثابت هو أبو حمزة الثمالي وهذا عمر ابنه عن عمر بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر عن الباقري صلوات الله عليه أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث فإذا كانت الجمعة الثانية الجمعة الثانية التي سيصليها الإمام في الكوفة في بداية دخوله إلى الكوفة فإذا كانت الجمعة الثانية قال الناس يبن رسول الله الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول الله والمسجد لا يسعنا يتحدثون عن مسجد الكوفة فيقول أنا مرتاد لكم مرتاد لكم فإن الإمام سيخرج يتفحص الأرض ما بين النجف والكوفة وكربل أنا مرتاد لكم فيخرج إلى الغري إلى جهة النجف والغري عنوان للأرض البيضاء هذا الذي يسمى بدر النجف در النجف هو جزء من أرض الغري فيخرج إلى الغري فيخط مسجدا له ألف باب يسع الناس عليه أصيص الأصيص هو البناء القوي عليه أصيص عليه سياج قوي عليه أصيص ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين لهم نهرا يجري إلى الغري ين محاولات كثيرة في التعريخ أريد لها أن تنجح في إيصال الماء إلى النجف ولكنها فشلت استمرت لفترة وجيزة وفشلت لأن أرض النجف أعلى من أرض كربلة لكن هذا سيجري وسينجح في زمن الظهور المهدوي ويبعث فيحفر فيحفر أو فيحفر نفس الشيء المعنى واحد ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين لهم نهرا يجري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف ينبذ في النجف حتى يلقي بمائه في النجف حتى يصل الماء إلى النجف حتى ينبذ في النجف العبارة دقيقة حتى ينبذ في النجف لأنه سيأتي من أرض منخفضة إلى أرض عالية فهو ينبذ نبذا حتى ينبذ في النجف ويعمل على فوهته قناطر وأرحاء في السبيل هذه التعابير تناسب زمان الحديث الأرحاء هي جمع لرحة وهي الوسائل التي يحتاجها الناس في طحن حبوبهم المراد من هذا أن النهر الذي سيأتي من كربلاء إلى النجف سيكون مجهزا بخدمات ومؤسسات على جانبي لخدمة الناس ويعمل على فوهته قناطر وأرحاء في السبيل مجانا وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل فيه بر وعاء فيه بر فيه حنطة تأتي تلك الأرحاء حتى تطحنه وإنما جاء الإمام بالعجوز مثالا لأن العجوز تحتاج إلى قوة إلى نشاط وتحتاج إلى طريق آمن وكل ذلك سيتوفر لها ستتوفر لها الصحة والعافية ويتوفر لها النشاط والقوة ويتوفر لها الطريق الآمن والسهل وتتوفر لها الخدمات والمؤسسات الخدمية على جانب هذا النهر التعابير تقريبية تقريبية هذه لقطة من اللقطات التي حدثنا عنها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل هذا هو تهذيب الأحكام للطوسي المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة إنه مؤسس المذهب الطوسي الجزء الثالث من طبعة مكتبة صدوق طهران إيران كتاب الصلاة الزيادات في باب فضل المساجد والصلاة فيها الصفحة الثمانون بعد المائتين إنه الحديث التاسع عشر بسنده بسند الطوسي عن حبة العراني وحبة هذا من أصحاب أمير المؤمنين المخلصين له صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين عن حبة العراني قال خرج أمير المؤمنين إلى الحيرة والحيرة منطقة موجودة إلى يومنا هذا الحيرة القديمة آثارها موجودة وهناك الحيرة الجديدة في أيامنا هي هي المنطقة نفسها خرج أمير المؤمنين إلى الحيرة فقال لتصلن هذه بهذه وأومأ بيده إلى الكوفة والحيرة حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير ما كانت قيمة الأرض غالية في الوقت الذي كان يتحدث فيه أمير المؤمنين مثل ما صار في أيامنا هذا خرج أمير المؤمنين إلى الحيرة فقال لتصلن هذه بهذه وأومأ بيده إلى الكوفة والحيرة حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنين وليبنين بالحيرة مسجدا له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم يصلي فيه خليفة القائم هل المراد من خليفة القائم من بعد انتهاء العصر القائم وهذا مستبعد لأن السياقة لا يساعد على هذا إنما المراد من خليفة القائم من يستخلفه القائم على الناس الذي قد يعبر عنه بالمستشار بالوزير بأي تعبير آخر وليبنين بالحيرة مسجدا له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم لأن مسجد الكوفة هناك نسخة رأيتها فيما سلف من السنين يصلي فيه الخليفة القائم لكن التعبير هنا أدق يصلي فيه خليفة القائم لأن مسجد الكوفة لا يضيق عنهم وليصلين فيه في هذا المسجد إثنى عشر إماما عدلا إنه يتحدث عن أئمتنا في مرحلة الرجعة الإمام القائم من بينهم فإن المسجد يقام في زمانه أئمتنا في عصر الرجعة يصلون في هذا المسجد وليصلين فيه إثنى عشر إماما عدلا هذا الوصف بالإمام وبالعدل وصف خاص في ثقافة العترة الطاهرة بأئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد يقول قائل يقصد بهؤلاء المهديون الإثنى عشر وسيأتي الكلام عنهم الرواية لا تقصده فهم لا يصفون بهذا الوصف إلا مجازا هذا الوصف هنا جاء في سياق الحقيقة حينما يأتي الوصف هذا في سياق الحقيقة فهو لا يطلق إلا على أئمتنا الأصل أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السلسلة الأم إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر والسلسلة الثانية إنهم الأئمة المعصومون الاثنى عشر والحديث عن الأئمة المعصومين الاثنى عشر هنا وليصلين فيه اثنى عشر إماما عدلا قلت يا أمير المؤمنين ويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ إذا كانت الأعداد بهذه الكثرة قال تبنى له أربع مساجد تبنى للقائم صلوات الله عليه تبنى له ولذلك قلت لكم من أن السياقة يتحدث عن أن القائم صلوات الله عليه موجود وهذا خليفته هو الذي ينوب عنه هذا نائب القائم حقا وليس أولئك الذين يدعون كذبا بأنهم نواب صاحب الزمان أتحدث عن مراجع النجف وكربلا عن هؤلاء الكذابين الدجالين قال تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها وهذا وهذا يشير إلى المسجد الذي تحدث عنه من أنه سيبنى بالحيرة ومسجدان في طرفي الكوفة من هذا الجانب وهذا الجانب وأومأ بيده نحو البصريين والغريين الغريان النجف نحو البصريين إنها بوابة البصرة من جهة الكوفة أمير المؤمنين يشير إلى هذه الجهة إلى جهة البصرة والتي كانت تعرف ببوابة البصرة من جهة البصرة هذه صورة تحدثنا عن طبيعة الإعمار في عاصمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه فهناك المساجد العظيمة والتي يصلي فيها الإمام فإن لم يكن يصلي فيها نائب حقيقي عنه لا كهؤلاء الكذابين الذين هم نواف الشيطان ولا يفقهون شيئا عن إمام زمانهم هذا الذي يدعون بأنهم ينوبون عنه لا يفقهون شيئا من دينه ولا يفقهون شيئا عنه دونكم هؤلاء النواب سألوهم سألوهم أقرأوا كتبهم أدخلوا على مواقعهم الألكترونية قارنوا بين هرائهم وبين الحقائق التي تبين لكم عبر هذه الشاشة إنها ثقافة العترة الطاهرة الأصيلة ونقرأ أيضا في المصدر نفسه في صفحة الخامسة والسبعين بعد المائتين الحديث التاسع بسنده بسند الطوسي عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جاء رجل إلى أمير المؤمنين وهو في مسجد الكوفة فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فرد عليه أمير المؤمنين رد السلام على الرجل فقال الرجل يقول لأمير المؤمنين جعلت في ذاك إني أردت المسجد الأقصى إنه يتحدث عن بيت المقدس فهكذا نشرت السقيفة بني ساعدة من أن بيت المقدس هو المسجد الأقصى جعلت في ذاك إني أردت المسجد الأقصى في ثقافة العترة الطاهرة المسجد الأقصى في السماء وأما الذي في فلسطين فهو بيت المقدس إنها محاريب الأنبياء محاريب أنبياء بني إسرائيل جعلت في ذاك إني أردت المسجد الأقصى فأردت أن أسلم عليك وأودعك فقال له فأي شيء إن أردت بذلك أنت تريد الذهاب إلى فلسطين إلى المسجد الأقصى كما تقول إلى بيت المقدس فأي شيء إن أردت بذلك فقال الفضل جعلت في ذاك قال فبع راحلتك بيع ناقتك التي هيئتها لسفرك إلى فلسطين فبع راحلتك وكل زادك وصلي في هذا المسجد في مسجد الكوفة فإن الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة والنافلة فيه عمرة مبرورة والبركة منه على 12 ميلا يمينه يمن يمين المسجد ويساره مكر يساره مكر الإمام يشير إلى منازل بني أمية لا أتحدث عن بني أمية بأنفسهم وإنما عن أنصارهم الذين يمكرون بشيعة أمير المؤمنين يمينه يمن ويساره مكر إلا إذا كانت الكلمة قد صحفت وفي وسطه عين موجودة لكنها ليس ظاهرة إنما ستظهر في العصر القائمي وفي وسطه عين من دهن والمراد من الدهن هو العطر هذا هو زيت الورود وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين من ماء طهر للمؤمنين منه سارت سفينة نوح فبيت سام ابن نوح الذي انفجر الطوفان من تنوره هو ضمن المسجد ضمن مسجد الكوفة منه سارت سفينة نوح لأن نوح أنشأ سفينته في جوار المسجد وكان فيه نسر ويغوث ويعوق هذه أسماء الأصنام عند قوم نوح وبعد ذلك فإن العرب سموا أصنامهم في الجهلية بهذه الأسماء هؤلاء من أولياء الله إلا أن إبليس خدع قومهم بعد وفاتهم فصنع لهم أصناما وجعلهم يعبدون تلك الأصنام وإلا فهؤلاء من المقربين من أولياء الله المخلصين ولذا فإن أمير المؤمنين يقول هؤلاء كانوا يصلون في هذا المسجد وكان فيه نسر ويغوث ويعوق صلوا في هذه الأمكنة صلى فيه سبعون نبيا وسبعون وصيا أنا أحدهم وقال بيده على صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج إلا أجابه الله وفرج عنه كربته موطن الشاهد هنا وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين من ماء طهر للمؤمنين المسجد هكذا سيتغير تصوره معي أن مسجد الكوفة سيكون بهذه الهيئة ستتسع مساحته سيتغير بناءه لأن الإمام سيهدمه وسيعيد بناءه كل شيء سيتغير إنها صور تقريبية من صور الحياة الفائقة في مرحلة الظهور لا زال الحديث يتواصل عن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور مر الكلام في القيادة الفائقة البرنامج الفائق الطبيعة الفائقة الرجال والنساء الفائقين التقنيات الفائقة الحياة الفائقة أتحدث عن أساليبها وشؤونها لا زال للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الحديث على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر